موسيقى تمام العاشرة بتوقيت الجزائر مجزل لأهم الأنباء أهلا بكم ارتقى ثلاثة شبان فلسطينيين صباح اليوم برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين وأعلنت وزارة وصحة الفلسطينية استشهاد الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 26 عاما ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوة خاصة من جنود الاحتلال الصهيوني تسللت إلى البلدة وأطلقت النار على مركبة كانت تقل الشبان الفلسطينيين بمنطقة الفوارة مما أدى إلى استشهادهم وبارتقاء شبان ثلاثة أو شبان ثلاثة في جبع ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 77 شهيداً بينهم 13 طفلاً وسيدها شدد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني والسفير الصيني بالجزائر ليجيان على ضرورة التحضير الجيد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين خلال السنة الجارية وأفد بيان للخارجية الجزائرية بأن الزيارة ينتظر منها إحداث نقلة نوعية في مصاري الشراكة الاستراتيجية وتوطيد العلاقة الثنائية بين الجزائر وبيكن كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للإرادة المشتركة التي تحذو القيادتين الجزائرية والصينية للدفع قدماً بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرقى رحبت الجزائر ببيان المفوض السامي لحقوق الإنسان وعبرت عن استنكارها لاستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية وأعرب مندوب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي السفير لزهر سوالم خلال مدخلته في الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الأممي أعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء سداد العملية السياسية واستئناف الصراع المسلح في الصحراء الغربية بين طرفي النزاع الاحتلال المغربي وجبهة البوليزاريو وجدد السفير الجزائري تشجيع بلاده تنفيذ برامج التعاون التقني مع جبهة البوليزاريو وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقر الثاني الثامن والثاني والعشرون من قرار الجامع أو الجمعية قول العامة للأمم المتحدة أربعة وسبعين خمسة وتسعين طلبت عائلة معتقلية الصفة الطلابية الصحراوية المضربين عن الطعام المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل من أجل حماية أبنائها ونقلت وكلة الأنباء الصحراوية بياناً أصدرته عائلة المعتقلين المضربين عن الطعام طالبت فيه المنظمات الدولية من بينها Human Rights Watch والعفو الدولية بالتدخل العاجل لحماية معتقلية الصفة الطلابي الذين يعانون في ظروف سيئة نتيجة معاملة الاحتلال المغربي وجددت العائلات منشدتها الرأي العام الصحراوي والدولي من أجل الوقوف إلى جانب معتقلية الصفة الطلابي في معركة الأمعاء الخاوية التي يخذونها في فرنسا أقرى مجلس الشيوخ مادة رئيسية في مشروع تعديل نظام التقاعد أو مشروع لتعديل نظام التقاعد تقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وذلك بعد خلاف إجراء حاد وصوت مئتان وعضو واحد لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضواً صوتوا ضده وفور التصويت رحبت رئيسة الوزراء إليزابات بارن بإقرار التعديل وصفة إياها بالمتوازن والعادل ختم الموجز لمزيداً من الأخبار يمكنكم تصفح مختلف المواقع الظاهرة أسفل الشاشة في أماني اشتركوا في القناة